بنهاية عام 2022 اخفقت بريطانيا في تحقيق هدفها بتغطية اتفاقية التجارة الحرة 80% من اجمالي حجم تجارتها وقبل الانتخابات العامة عام 2019 تعهد حزب المحافظين بان يمنح خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي بريطانيا حرية ابرامل اتفاقيات التجارية في جميع انحاء العالم وعلى مدى العقود الاربعة الماضية لم يكن لدى بريطانيا اي صفقات تجارية ثنائية لانها كدولة عضو في المنظومة الاوروبية كانت الصفقات تبرم من خلال بروكسل ووفقا لمسؤولين حكوميين ابرمت لندن حتى الان صفقات تغطي ما يزيد قليلا عن 60% من تجارتها العالمية ومنذ خروجها من الاتحاد الاوروبي تمكنت بريطانيا من تجديد 71 صفقات كانت ابرمتها من خلال عضويتها في القتلة ولم توقع سوى اربع اتفاقيات تجارية جديدة فقط مع استراليا ونيوزيلندا واليابان وسنغافورة بينما توقفت محاولات عقد صفقات جديدة مع الولايات المتحدة والهند وبينما يقول حزب المحافظين ان السفقات الجديدة تصل قيمتها الى نحو 800 مليار جنيه سرليني تؤكد هيئة الاحصاء الوطنية ان نحو 559 مليار جنيه سرليني منها تمثل صف التجارة مع دول الاتحاد الاوروبي وعقب عامين من خروجها من فلك التكتل الاوروبي يتوقع مكتب مسئولية الموازنة انكماش حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 4% على المدى الطويل نتيجة مغادرة الاتحاد الاوروبي ترجمة نانسي قنقر